اعلنت وزارة الاوقاف الشؤون الاسلامية انها وبالتعاون مع وزارة الداخلية وضعت خططا شاملة لتأمين المساجد في العشر الاواخر من شهر رمضان وايضا وفرت التجهيزات للوقوف على خدمة المصلين مع توجه عشرات الالاف من المصلين الى بيوت الله لحياء العشر الاواخر من رمضان وضعت وزارة الاوقاف خططا شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين المساجد استعدادات على قدم وساقها في جميع المجالات من الخدمات ومن تهيئة المساجد وترتيبها وايضا اختيار الائمة واختيار الخواطر وتوزيع الامور وفيما يتعلق بضوابط الاعتكاف اوضحت الاوقاف ان من ضمن الاجراءات لسلامة المعتكفين تزويد الامام بالاسم ورقم هاتف المعتكف وموافقة ولي الامر للشباب دون الثامنة عشر عاما جاءت الترتيبات على اساس بعض الضوابط للامن لهم يعني مو عليهم لهم يعني يكون واضحة جدا حتى لا يكون يجي احد يندس من خلالهم وربما يضرهم وربما يلعب دور معين يضع حقيبة يضع شيء كذا فيضر الناس فوجود التعاون مع الامام وهذا بس يعني اهم الضوابط التعاون مع الامام وتسجيل يعني اسمعهم اللي معرفتهم وتنظيم امورهم وتقديم الخدمات يعني لهم ان شاء الله الدولة وفرت كافة السبل لاحياء تلك الليالي المباركة من الشهر الفضيل وتوفير الاجواء الايمانية المناسبة حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ووزارة الصحة من جانبها اكدت استعدادها التام للعشر الاواخر من شهر الفضيلة خلال العبادات الميدانية وثلاثين سيارة اسعاف مزودة باطقمها من الاطباء والممرضين وموزعين على مختلف المساجد خطة واضحة المعالم وضعتها وزارة الصحة خلال العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم تمثلت بتجهيز عيادات ميدانية وتوفير العديد من الطواقم الطبية للمصلين في مختلف المساجد في مسجد الكبير نعمل عندنا عياتين للرجال وعياتين للنساء وعيادة للتشريفات وطباء مجهزين اربع طباء يكونوا موجودين طول الوقت الموجودين ومع الهيئة التمرضية مع الفنين الطوارئ تقريبا 24-22 شخص متواجدين في مسجد الكبير غير عندنا خدمة الاسكوتر الجديدة تنقل بين الناس بسرعة نحاول ننقذ الشخص على أقل بسرعة الدداخل السريع الجديد في هذا العام تم إضافة خدمات طبية لعشرة مساجد إلى جانب ثلاثة مساجد رئيسية السنة هذه زادوا علينا تقريبا 10 مساجد في محافظات الكويت في كل محافظة تقريبا مسجدين وفرنا لهم عيادات مع المسافين في هذا المساجد أما بالنسبة للمساجد الرئيسية الثلاثة التي تكلمت عنها فالناس تغطياتنا الطبية تكون فيها توفير عيادات يعني على الأقل عيادتين رجال ونساء بالإضافة إلى كادر طبي من أطباء وتمريض ومسعفين سيارات اجتماعات مكثفة بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل شهر رمضان الكريم بهدف تحديد المساجد التي تحتاج إلى رعاية طبية بناء على الأماكن المزدحمة رمضان المباركة قبل شهر وشهرين نستعد للتغطيات الطبية طبعا هذا كله يتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف يكون معهم اجتماعات نحدد المساجد التي تحتاج إلى تغطيات طبية وبالتالي على ضوء نشوف الأماكن المزدحمة التي تحتاج إلى توفير رعاية طبية فيها خلال وقت المناسب عندنا ثلاث مساجد رئيسية في كل سنة نوفر فيها تغطية طبية المسجد الكبير ومسجد بلال بن رباح ومسجد جامل العلي هذا تقريبا شبه سنويا في كل رمضان نوفر لهم الرعاية الطبية الجمهور الكويتي أثنى على جهود وزارة الصحة ممثلة بالطواقم الطبية المختلفة المتواجدون في هذه الأماكن نحن نرى في دور العبادة جهودهم على تواجد الأسعاف في دور العبادة وعدادهم حق العشر الأواخر يعني بالنسبة لهم كان ممتاز صراحة ويشكرون على جهودهم لصلاة القيام وما يترتب عليها من بعض المواطنين من عندهم سكر ويحتاجون لمرات ببعضهم يكون مريء سكر ويطف عند السكر أو مرات مزمنة بتعرضوا لحالة غماء أو شيء رعاية صحية متكاملة ستقدمها وزارة الصحة للمصلين في المساجد وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم وذلك من خلال تفعيل كافة طواقمها الطبية استجابة لأي حالة صحية طارئة قد تحدث لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت